الميزانية الطولية الميزانية الطولية القراءة الأولى في الميزانية خالص زي ما احنا اتفقنا مع بعض بتكون مؤخرة وآخر قراءة بتكون مقدمة سواء في الميزانية كلها أو في الوضع وعرفت يعني إيه المؤخرة المؤخرة بتكون أول قراءة طب المقدمة هي آخر قراءة والمتوسطة بتكون هي القراءة المتوسطة ما بين المقدمة والمؤخرة وعرفت يعني نقطة الدوران وإن نقطة الدوران هي النقطة التي يكون عندها قراءتان أحدهما مؤخرة والأخرى مقدمة وعرفت ازاي ان انا احط المقدمة والمؤخرة هما الاثنين بيكونوا موجودين على خط واحد وقلت ليه بيكونوا موجودين على خط واحد لان اللي بتغير عندي منسوب الميزان مش النقطة زي ما قولنا قبل كده القارق او المساح وهو بيشتغل الطبيعي ان هو بيكون اتجاه ومسلا وليكن حيكون في الاتجاه الامامي له والطريق ممتد معاه لما هيبدأ ويشتغل المفروض ان ياخد مجموعة من النقاط النقاط دي عليها قراءات القراءات دياً المفروض ان هي بتكون في اتجاه السير بتاعه لما بيبدأ باول قراءة بيلف الميزان عكس اتجاه الطريق وبياخد اول قراءة وقولنا اول قراءة بتكون مؤخرة عشان هو بيلف عكس اليه بعد كده بياخد قراءة القراءة دياً بتكون متوسطة ثم اللي بعدها موسطة متوسطة متوسطة خلاص هو الميزان عنده او عدسة الميزان مجدش خلاص هتجيب بيبقى اخر قراءة لوف الوضع بنسميها او بنطلق عليها مقدمة بعد كده بيضطر النوع عشان يكمل الطريق بتاعه بيعمل عملية نقل للميزان وبالتالي منسوب سطح الميزان المنسوب اللي كان متسبت عليه الميزان تم تغييره ومن هنا النقطة الأخيرة اللي هي كانت مقدمة في الوضع الأول في الوضع الثاني هتبقى مؤخرة ليه؟ لأنه هيتطر النوع يلف برضو الميزان عكس اتجاه الطريق وياخد قراءة على النقطة آخر نقطة كان رصادة من الوضع الأولاني يبقى كده احنا عملنا زي مراجعة حاليا دلوقتي على يعني مقدمة يعني متوسطة يعني مؤخرة بنفكر بعض ونفكركم يعني منسوب سطح الميزان وقلت عشان اجيب منسوب سطح النقطة لازم اجمع منسوب الميزان على المؤخرة عشان يجيب لي منسوب النقطة طيب لما انا منسوب النقطة بجمعه على المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان لو عكسها معايا في تمرين من التمرين ويداني منسوب الميزان يبقى أنا ساعتها هعمل إيه منصوب الميزان الأول وما جاب ليش منصوب النقطة بأعمل عملية طرح منصوب الميزان من المؤخرة بيديني منصوب سطح النقطة طبعا زي ما تعودنا معاكم في الحلقات السابقة وعلى مدار السنة إن إحنا قبل ما بندخل فيه درس جديد ونبدأ في درس جديد دايما بنعمل عملية مراجعة على الدرس السابق وخلينا بشكل عملي نعمل أحنا تكلمنا دلوقتي بشكل نظري وألمنا بين النقاط اللي كانت آخر حاجة وقفنا عندها في مادة المساحة لكن دلوقتي إحنا عايزين نحبين نشتغل بشكل عملي ونشوف ميزانية موجودة معنا نشتغلها بمنصوب سطح الميزان ثم بعدها ندخل على نفس التمرين ولكن بطريقة الارتفاع والانخفاض محتاجين نفكر بعض أو نركز إن هيبقى عندي درس جديد الدرس جديد فيه معلومات جديدة أو ميزانية طولية ولكن بطريقة مختلفة ولازم أنا كمساح إن شاء الله في ما يعني إن شاء الله في اللي جاي لازم أكون ملم معارف إن أنا أقدر ممكن أتعرض في الميزانية بتاعتي أو في المشروع إن أنا أحسبها بطريقة سطح الميزان أو عندي نقاط فيها ارتفاع وانخفاض فلازم أكون عارف دي تتحل إزاي واشتغلها إزاي ودي تتحل إزاي واشتغلها إزاي الكلام ده كله إن شاء الله هيكون معنا هنا هيكون عندنا جديد حاجة اسمها ارتفاع عندنا جديد حاجة اسمها انخفاض هقدر اوظف ده ازاي وطلع منسيب النقط من الانخفاض والارتفاع ازاي كمان دايما في العادة كنا بنشتغل على منسوب النقطة الاولى في الميزانية في منسوب سطح الميزان النهاردة ان شاء الله ممكن او فاجأ ان انا مش مديني منسوب النقطة الاولى لا ده مديني منسوب مثلا مقطة متوسطة وممكن تكون منسوب النقطة الاخيرة طب انا هتعامل مع ده ازاي عشان لو جي في الامتحان وهنا لازم برضو زي ما بدرس فق عملي وعشان اللي هيبيني ان شاء الله في حياة العملية لازم اكون ملم بالجزء النظري واللي ممكن يجيلي في الامتحان فلازم اكون عارف ان انا مش بس مطالب ان انا اعرف منسوب دايما يجيبلي منسوب النقطة الاولى فاجمعه على المؤخرة يديني منسوب سطح الميزان وكمل لا انا ممكن افاجأ ان هو بيديني منسوب النقطة المتوسطة او النقطة الاخيرة هعمل ايه في الحالات دي كلها كل ده هنشوفه مع بعض ان شاء الله ونبدأ مع بعض كده ونبص على السلايد بتاعنا ونشوف هنعمل مراجعة على الدرس السابق هنجيب تمرين ونحله مع بعض ونشوف بعد منه بإذن الله ندخل على منسوب الارتفاع والانخفاض نشوف كده مع بعض هنا تمرين على الدرس السابق بيقول لي اخذت القراءات التالية يعني هو بيجري ميزانية الطريق عند اجراء ميزانية بغرض تعيين منسوب النقطة المختلفة فكانت يبقى دي القراءات اللي الرجل المساح اراها وهو اثناء عملية الارصد على الطريق متر وعشرة اتنين متر وعشرة متر تسعين متر سبعين متر خمسين متر تمانين تلاتة متر عشرين تلاتة متر اربعين اتنين متر متر تلاتين اتنين متر اربعين اتنين متر وسبعين فبيقول لي ايه فاذا كان الميزان قد نقل بعد النقطة الثانية والرابعة والسادسة يبقى التانية والربعة والستة وكان منسوب النقطة الاولى عشرة متر ستين احسب منسيب النقط على طول محور الميزانية طيب نشوف اللي بعدها كده يبا هو قال لي التانية والربعة والستة بص كده لو بصنا مع بعض عشان دي اغلب ابنائي الطلبة بيقع فيها وده خطأ بيكون يعني ما هوش واخد باله منه ازاي يرتب هو هنا ما قال ليش نقل الميزان عفوا ما قال ليش نقل الميزان بعد النقطة مثلا الاولى ثم نقل الميزان ثم نقل الميزان لا ده هو هنا بيقول لي نقل الميزان بعد النقطة التانية والربعة والستة طيب التانية دي لما اجعل ده لو انا لاحظت او نفتكر مع بعض كنت بعدها واحد اتنين اتنين شرطة ليه اتنين واتنين شرطة اتنين كانت في الوضع الاول مقدمة طيب بقت اتنين شرطة القراءة اللي بعدها ليه لان اتنقى للميزان بعدها وبالتالي هي نفس النقطة ثابتة وموجودة عندي من اللي اتغير عندي اللي اتغير الميزان ومن هنا هيكون النقطة دي هيكون عليها قراءتين وبالتالي هي ما بتتعدش ثلاثة يبقى يبقى وحد اتنين اتنين شرط زي ما نشوف مع بعض كده بص واحد اتنين اتنين شرط يبقى ده هتوبقى ايه مقدمة صح كده هو قال لي بعد النقطة التانية يعني النقطة ده هيه اللي هي رقم اتنين دي هو الراجل خد دي مؤخرة واتنقل الميزان بعد دي بعد ما ارى دي يبقى دي بالنسبة لده اخر قراءة اراها يبقى دي مقدمة كويس جات وراها على طول النقطة دي هو نقل الميزان جابه هنا وقرى على النقطة دي القراءة دي يبقى هم الاتنين على قراءة واحدة وبالتالي ده هتبقى اتنين اتنين شرطة يبقى من الاخطاء اللي الطلبة بتقع فيها بيجي يقول لي واحد اتنين ويقوم عدد تلاتة اربعة طبعا ده بيبقى غلط لان ده بتبقى في القراءات لما يقول لي عند القراءة التالتة نقل الميزان او الرابعة تمام كده لكن هنا هو بيقول لي نقل الميزان بعد النقطة اللي هي التانية اتنين اتنين شرط او هما الاتنين كده اتنين بعدين تلاتة نقل الميزان بعد الرابعة يعني ارى الرابعة بعدين نقل ليه الميزان يبقى اربعة اربعة شرط بعدين خمسة ستة هو نقل بعد الستة يبقى التانية والربعة والستة نقل الميزان بعد ليه الستة يبقى الستة ستة ستة شرطة بعدين سبعة واخر قراءة عندي هتوبها مقدمة قلنا قبل كده فيه الدرس السابق ان اول قراءة خالص عندي بتكون مؤخرة القراءة الاخيرة في الوضع الاول هتبقى مقدمة القراءة الاولى دي هتبقى الاولى في الوضع التاني هتبقى مؤخرة اللي جاي بعدها متوسطة دي اخر قراءة في الوضع التاني هتبقى مقدمة القراءة اللي بعدها على طول هتبقى مؤخرة في الوضع التالت متوسطة بعدين دي هتبقى مقدمة في الوضع التالت مؤخرة في الوضع الرابع بعدين متوسطة واخر قراءة هتبقى عندي مقدمة اختصار الكلام ده هو ان اول قراءة عندي هتبقى مؤخرة اخر قراءة خالص بتبقى مقدمة ما بينهم متوسطات ان لم يتم نقل الميزان نقل الميزان بعد النقطة يبقى اخر نقطة اتنقل عندها الميزان هتبقى مقدمة النقطة التيجي وراها على طول هتبقى مؤخرة طيب نقدر نقول ايه نقدر نقول ان اي مقدمة لازم هيكون وراها ايه مؤخرة هيتبعها مؤخرة طب واي مؤخرة هيكون سابقة مقدمة الا القراءة الاولى والقراءة الاخير تاني في النقطة دي عشان النقطة دي نقطة مهمة جدا ولازم نكون مركزين واخدين بالنا منها. اول قراءة خالص في في الميزانية بتكون مؤخرة. طب واخر قراءة اللي هو خلاص خلص الطريق الرجل اشتغل وخلص الطريق وخلص النقاط بتاعته والقراءات كلها يبقى اخر قراءة هتبقى مقدمة اتفقنا كده خلاص اول قراءة مؤخرة اخر قراءة بتبقى مقدمة. طيب ما بين بقى ما بين هم ان لم يتم ان لم يتم نقل الميزان يبقى ما بينهم هتبقى متوسطات. طيب هو قال لي نقل الميزان. بس انت بعد مثلا وليكن التالتة. يبقى التالتة دي هو اراها بعدين نقل الايه? الميزان. ازن اللي هو اراها دي وما عادش شايفه هين اللي الميزان بعدها هتبقى مقدمة. نختصر بقى الموضوع ده ونقول ان كل مؤخرة كل مؤخرة هيسبقها مقدمة. وكل مقدمة هيتبعها مؤخرة. ما عدا المؤخرة الاولى والايه المقدمة الاخيرة خالص فيه الميزان. طيب نرجع للصلايد ونشوف خلاص كده التمرين بتاعي بعد كده بعمل الجدول زي ما شوفنا قبل كده. النقطة عشان طبعا ترتيب النقاط. بعد كده المؤخرة ده الجدول. بعد كده متوسطة مقدمة. وده ترتيب حضرك هتلتزم بيه. لازم تعمل الجدول بنفس الشكل. مقدمة مؤخرة متوسطة. بعدين مقدمة. بعدين ميم سين ميم اللي هي منسوب سطح الميزان. بعد كده ميم سين نون اللي هو منسوب النقطة. وهو في التمرين كان قال لي ان منسوب النقطة الاولى عشرة متر وايه? وستين. فهم راجع احنا مش هنحل. لكن هنعرف الخطوات هنا هتم ازاي? عشان نراجع ونفكركم احنا كنا بنعمل ايه? انا اللي مطلوب مني حاليا دلوقتي ان انا اجيب مناسيب النقط دي. هو في التمرين بيقول لي احسب مناسيب النقط. طب عشان اجيب مناسيب النقط دي لازم اجيب عندي حاجة هنا اسمها منسوب سطح الميزان. طب اجيب منسوب سطح الميزان ازاي? بجمع. لو نفتكر كده مع بعض. بجمع منسوب النقطة. على المؤخرة يديني منسوب سطح الايه? الميزان. طيب ده منسوب سطح الميزان ان هون الاولان. طب انا جبت منسوب سطح الميزان هعمل ايه بعد كده? بعد كده بطرح المتوسطات لو جات لمتوسطة او مقدمة بطرحها من منسوب سطح الميزان يديني منسوب سطح الايه? النقطة. اهو لو انا طرحت دي انا هنا مفيش متوسطة بص هي مؤخرة. جات وراها على طول ما هقال لي نقل الميزان بعد النقطة هنا التانية. تمام كده? بعد النقطة التانية على طول اهو. يبقى التانية هتبقى مقدمة. هيجي وصادها على طول القراءة الاولى في الوضع التاني. اللي هي هتبقى مؤخرة متر وكام? متر وتسعين. طيب هنا لو بعد دي متوسطة هترحى من منسوب سطح الميزان اللي انا جبته يديني منسوب النقطة. لكن انا هنا ما عندش متوسطة. القراءة الاولى وارى القراءة التانية وبعد كده ما عندش شايف هيتطر ان هو ينقل ليه? الميزان. فنقل الميزان بعد دي. يبقى المقدمة هترحى من منسوب سطح الميزان يديني منسوب النقطة. ولما يجي عندي منسوب النقطة هنا ايه اللي حصل? هيتنقل الميزان. اذا منسوب سطح الميزان ده هيختلف. طب عشان يختلف هبدأ من حيث انتهيت. او بنفس اللي انا بدأت به في الايه? في المرة الاولى. في بداية الشغل انا عشان اجيب منسوب الميزان جمعت منسوب النقطة على المؤخرة اداني منسوب سطح الميزان طيب بعد كده طرحت المقدمة من منسوب سطح الميزان اداني منسوب النقطة منسوب النقطة اللي جده الميزان اتغير بعضه فانا محتاج هنا منسوب سطح الميزان جديد يبقى هاجمع منسوب النقطة اللي انا جبته لهو على المؤخرة عشان يديني منسوب سطح الميزان ايه جديد يبقى ازا اي مؤخرة لما المؤخرة هشوفها في الجدول او انا هشتغل في مناسب النقطة وتيجي اصادي على طول المؤخرة ههم جماعة على منسوب النقطة عشان اجيب منسوب سطح ميزان ايه جديد يبقى من هنا تاني نلخص بقى الجدول كده اللي احنا مش هنحل الحل طبعا احنا هنسوبه لكم وانتو هترجعونا على الموقع الخاص بالقناة ونشوف ونصحح مع بعض ونشتغل ويكون فيه تفاعل ما بيننا وبين حضراتكم لكن هلخص لك الموضوع اننا هيبقى عندي منسوب النقطة الاول عايز لازم عشان اشتغل لازم اجيب منسوب ايه سطح الميزان الاول طب هجيب منسوب سطح الميزان الاولان ازاي لازم اجمع منسوب النقطة على المؤخرة هيديني منسوب سطح الميزان كده جميل طيب ايه اللي هيحصل بعد كده عشان اكمل منسوب النقطة هطرح منسوب المتوسطة المتوسطة القراءات اللي هي المتوسطة كلها اي قراءة متوسطة هتيجي هترحى من منسوب الميزان يديني منسوب النقطة احنا نكتب في وراء كده وقلم مع بعض نسجل لازم الحاجات دي تكون موجودة عندنا ابقى عارف ان منسوب سطح الميزان هو حاصل جمع منسوب النقطة على المؤخرة طيب لو هو اداني منسوب سطح الميزان وما ادانيش منسوب النقطة يعني قال لي منسوب سطح الميزان الاول مثلا وليكن عشرة يبقى انا هجيب منسوب النقطة ازاي انا كنت بجمع منسوب النقطة على المؤخرة يديني منسوب الميزان هنا بقى هطرح منسوب سطح الميزان من المؤخرة هعمل عملية عكسية يديني منسوب سطح اللي ايه النقطة كده جميل طيب ده بالنسبة منسوب النقطة ومنسوب سطح اللي ايه الميزان اي متوسطة واي مقدمة هتجيني هترحم من منسوب الميزان عشان يجيب لي منسوب النقطة يبقى كده تمام منسوب النقطة هو حاصل طرح المتوسطات والمقدمات من منسوب سطح الميزان يسوي منسوب النقطة طيب منسوب سطح الميزان هو حاصل جامع المنسوب النقطة على المؤخرة كده جميل يبقى انا كده الدنيا عندي هتكون في الجدول ماشية ازاي طيب حاجة تابعة متأكد برضو اسناء شغلي وانا قلتها قبل كده في التحقق التحقق بتاعي لازم اتأكد ان عدد المقدمات في الجدول يساوي عدد المؤخرات لان لو عندي حد اكتر من حد يبقى اذا عندي في غلط او في حاجة ماشي سليمة في ترتيب الارقام والقراءات في الجدول بتاعها نشوف كده مع بعض لو انا بصيت هنا انا واحد اتنين تلاتة اربعة دول اربع مؤخرات واحد اتنين تلاتة اربعة اربع مقدمات وما بينهم المتوسطات يبقى انا عندي الشغل بتاعي شغل سليم وهنا بيقول لي نقطة الدوران حدست عنده النقطة اللي هي رقم كام اتنين ان ده كانت اخر قراءة في الوضع الاول يليها على طول اول قراءة في الوضع التاني ثم اكتمل باقي القراءات ده كده الجدول بتاعي هنسيبه لحضراتكم انتو تجيبونا منسيب النقط وترسلونا على الرابط الخاص بالقناة وكده هنكون عملنا ويفنا عند اخر حاجة اللي هي منصوب سطح الميزان ازاي انا حسبته في الجدول بتاعي انا رتبت لك القراءات بتاعتي اهي حطت لك القراءات اهي وانت وحطت لك منصوب النقطة وانت عليك تجيب منسيب النقط بالطريقة اللي عملنا بيها دلوقتي المراجعة بتاعتنا ندخل باقي على الدرس بتاعنا اللي هو اساسنا النهاردة الميزانية الطولية ولكن بطريقة الارتفاع والانخفاض بيقول لي ما هي طريقة الارتفاع والانخفاض هل هي بتختلف عن طريقة منصوب سطح الميزان طبعا هنشوف مع بعض هو بيقول لي هي احدى طرق حساب منسيب النقط طبعا انا الاساس عندي ان انا بحث بنقط وبتعتمد على مقارنة كل نقطة بالنقطة السابقة لها ومعرفة ما اذا كانت مرتفع او منخفض عنها طب نلخص دي ازاي بقى بيقول انه هو بيعتمد عندي في الميزانية بطريقة الارتفاع والانخفاض على مقارنة كل نقطة بالنقطة السابقة لها زي ما هنشوف كمان شوية دولاتي في شريحة من الشرايح جايبين رسم وجايبين الامة وحاجة كده كروكي للميزان وحنشوف امتى تكون الخفاض وامتى بيكون ارتفاع ولكن الفكرة هنا في فكرة الملخص بتاعها يا شباب بيتلخص في حاجة بسيطة جدا ان انا كوني عارف ان القراءة الاولى هي المصدر بتاعها هي البداية بتاعت القراءة اللي هتيجي بعدها بقارنها بالقراءة قبلها اللي كانت قبلها واشوفها لو هي زادت يبقى عندي انخفاض لو هي قلت يبقى عندي ارتفاع ده الفصل ونقطة الخلاف اللي موجودة عندي وديا اللي بتتسبب في مشاكل عندي وعند اغلب الطلبة اللي موجودة في المدارس بتاعتنا ان هو ما يقدرش يفرق امتى بيكون انخفاض وامتى بيكون ارتفاع وبطرح مين من مين نشوف مع بعض كده في الاسلايد ونشوف عمليا بشكل عملي على شريحة من الشراء هنا بيقول لي كما انها تعتمد على انه كلما زادت القراءة كلما زادت القراءة عن اللي قدامها السابقة ليها كلما زادت القراءة كلما دل زلك على ايه انخفاض انخفاض النقطة المقارنة عن النقطة السابقة لها والعكس كلما قلت القراءة دل زلك على ارتفاع خلي بالك عشان هنا العملية هتبقى معكوسة القراءة مع بعض كده القراءة اذا قلت يعني انا مثلا هو المساح هو بيرى ارى في القراءة الاولانية واحد متر في القراءة التانية اللي هي بعدها على طول ارى اتنين متر ايه اللي حصل هنا حصل زيادة لما حصل زيادة في القراءة التانية عن الاولانية يبقى اذا الارض هنا ايه انخفضت بناء على انخفاض الميزان ثابت اللي اختلف معايا طول الايه الامة فلما الامة نزلت لتحت القراءة ايه زاد طيب لو أنا هو المساح هو بيقرأ أرى متر وخمسين وفي القراءة التانية رح أرى متر وعشرين الفرق ما بينهم كان تلاتين القراءة التانية قلت عن الأولانية ولا زادت القراءة التانية قلت بما أنها قلت يبقى حصل عندي في الأرض ايه؟ ارتفاع يبقى تاني كده اللخصة لما القراءة تزيد تزيد يبقى فيه عندي انخفاض القراءة قل يبقى فيه عندي ارتفاع نشوف مع بعض كده احنا جايبين شكل اهو ده طريق وده الميزان بتاعه مصبت الميزان اهو دي اامة اللي هو بيستخدمها المساح وكمان اامة هي وكمان اامة اربع اامات هنا بقى بص اللي حصل الميزان منصوب الارض بطبيعتها ما هيش مستوية صحة كده في اول قراءة خالص ارى هو لو جينا نقرأ دي كده مثلا هتوبقى كام اتنين سبعة واربعين يعني هو بص في الميزان هنا وارى شوف الخط النظر اهو ارى هنا ده علامة الاربعين وده طبعا دول خمسة وهنا اتنين يبقى كده كام سبعة واربعين يبقى يعتبر ارى سبعة واربعين الاراية اللي بعدها لو لاحظت ان الارض بقت عالية وبالتالي الامة ايه ارتفعت لفوق هنا هتديني ارى ايه اعلى ولا اقل طبعا اقل صح كده حتى لو بصيت هنا اهو ده ما تغيرش اللي تغير عندي مين منصوب سطح الارض وبالتالي بص كده بدل ما كانت سبعة واربعين هنا تبقى كام تلاتين طيب الاراية اللي بعدها بص كده الارض انخفضت ايه والرجل اللي ايه مساعد المساح اتنقل بالامة وحط الامة هنا المساح بيقرى من هنا اهو وارا المنصوب ده سابت الميزان ده ما بتغيرش اللي بتغير عندي مكان الامة طالع نازل طالع نازل على حسب اللي ايه الطريق بتاعه فارا هنا بقت كام خمسين لو حصد كان هنا 30 لما الارض كانت عالية لما الارض انخفضت بقت الايراية كان خمسية اذا مع الانخفاض بتزيد الايه القراءة مع الارتفاع بتقل الايه القراءة نشوف كنا مع بعض هنا بيقول لي ايه قراءة اعلى يعني الايراية زادت يبقى عنده ايه انخفاض هنا قراءة اقل يبقى عنده ايه ارتفاع تاني الشكل بتاعي ده الميزان منصوبة هو سطحه ما تغيرش اللي بتغير عندي وضع الايه القامة على الطريق على حسب شكل اللي ايه الطريق بتاع خط النظر بتاعه ثابت الرجل ارى الايراية الاولانية طلعت 47 هيتحرك مساعد المساح وحط الامة بتاعته هنا هنا ارض مرتفعة وبالتالي هو ده بيقرأ هيقرأ ايراية ايه هتبقى اقل من القراءة دي لان الارض حصل فيها ايه ارتفاع لان لو بصت هنا ودققت الامة مدرجة من تحت لفوق صح كده بدأ من الصفل وطالع فطبيعي هي لما هتبقى الفوق الايراية عنده هتقل لما هتبقى لتحت وتنزل الايراية عندي هتزيد دي نقطة الخلاف عندنا يا شباب وهي دي اللي بنتمثل المشكلة لنا في حل مسائل الميزانية الطولية بطريقة الارتفاع والانخفاض ان نبقى عارف امتى ارتفاع وامتى انخفاض طيب نشوف كنا بقول لي هنا كيفية اجراء عملية التحقق الحسابي او التحقيق الحسابي في الارتفاع والانخفاض بيقول لي هنا با اننا لازم عشان بمتأكد ان الجدول بتاعي صح لازم اهو يجب ان يكون عدد المؤخرات يساوي عدد المقدمات وده اللي تشكل اول اللي احنا عملنا في الاول ثانيا مجموع المؤخرات يعني مجمع المؤخرات واجمع المقدمات واترحهم من بعض هيطلع ناتج الناتج ده اهو لازم يساوي حاصل طرح مجموع الارتفاعات نقص مجموع الانخفاضات ده بس كمان لا وسالسا ان يساوي حاصل طرح منسوب اخر نقطة من منسوب اول نقطة يعني ايه بقى الجزء ده نوضحه كده مع بعض فيه في الاخر في في كل ميزانية او في كل سؤال من اسئلة الميزانية او مسال حيجيلك او تمرين هتلاقي دايما يقولك مع اجراء عملية التحقيق الحساب عملية التحقيق الحسابي ده الميزانية الدرس الوحيد زي ما قلت قبل كنا ان انا بتأكد منه اذا كنت حالي صح او غلط وانا قاعد فين في مكان في الامتحان ده بيتم عن طريق حاجة اسمها التحقيق الحساب عملية التحقيق الحسابي بتتم ان انا بجمع المؤخرات واجمع المقدمات واطرحهم من بعض يطلع ناتج الناتج ده وليكن مثلا واحد متر طيب ايه تاني الواحد متر دهو لازم لما اجمع مجموع المؤخرات ومجموع مجموع الانخفاضات ومجموع الارتفاعات واطرحهم من بعض برضو يطلع كام واحد سالسا لما اطرح منسوب اخر نقطة من منسوب اول نقطة لازم يطلع الناتج عندي كام واحد اذا حصل التلاتة دول عندي والتلات نواتج طلعه زي بعض واحد يبقى انا عندي الميزانية بتاعتي والجدول بتاعي جدول ايه سليم وكون متأكد منه لكن لو طلع عندي خلاف يعني جماعة المؤخرات جماعة المقدمات تحتو من بعض طلع الناتج غير حاصل طرح منسوب اول نقطة من اخر نقطة يبقى انا عندي كده ايه في مشكلة ياما في عملية الجامع والطرح ياما في عملية ترتيب ايه الجدول والقراءات اللي داخل الجدول طيب نشوف مع بعض والروح كده نشوف امثلة الشريحة التانية عندي بتقول ايه هنا ده شكل الجدول بتاعنا لازم طبعا هكون عارفوا لانه هيختلف عن منسوب سطح الميزان ليه لانه هنا بادئ بص نقطة بعدين المؤخرات متوسطات المقدمة ماشي كل ده كان موجود عندي فيه منسوب سطح الميزان الاختلاف عندي هيكون فيه هنا بص ارتفاع بعدين انخفاض بعدين عندي منسوب اللي هو منسوب النقطة ويخانة المنحظات يبقى اللي بيختلف هنا في الميزانية دي عن والطريقة اللي فاتت ان هنا عضف لارتفاع وانخفاض مكان كان فيه هنا هناك في المسألة التانية او في النظام التاني اللي هي بطريقة سطح الميزان كان مكتوب هنا بعد المقدمة ميم سين ميم اللي هو منسوب سطح الميزان اوضيف لهم حاجة خانة اسمها خانة الانخفاض وطبعا المنسوب اللي هو ميم سين نون منسوب النقطة ده سابت معايا طيب يبقى تاني نقطة مؤخرة متوسطة مقدمة ارتفاع انخفاض المنسوب بعدين خانة الملاحظات نشوف تمرين مثال بيقول ليه اخزت القراءات التالية في ميزانية طولية بغرض تعيين مناصيب النقط المختلفة فكانت 1.10 2.10 1.90 1.70 1.50 1.80 2.30 3.20 3.40 2.30 1.30 2.40 2.70 هنا بقى نشوف هنركز مع بعض بقى فبيقول لي فاذا كان الميزان قد نقل بعد النقطة التانية والربعة والست يبقى التانية والربعة والست اعدوهم ازاي 1 2 2 شرط بعد كده 3 4 4 شرط 4 ده هتبقى مقدمة والتي يجي وراها هتبقى مؤخرة 5 6 6 شرط بعد كده 7 8 كل ده متوسطات 9 الاخيرة هتبقى ايه مقدمة يبقى الاولين هتبقى مؤخرة والاخيرة خالص مقدمة طيب عندي بعد كام التانية والربعة والست ماشي نشوف بيقول ايه اهو معلم لي عليهم بيقول لك ان دول هيبقوا نقطة دوران وده هتبقى مقدمة واللي وراها مؤخرة مقدمة مؤخرة مقدمة مؤخرة واخر قراءة مقدمة والاولى مؤخرة يبقى هو معلم لك عليهم عشان تاخد بالك منهم وتكون عارف طيب بيقول ليه بقى ده الجدول بتاعي هاخد القراءات بتاعتي وهرصها النقطة الاولى التانية التالتة الرابعة ده الترتيب بتاع النقار في المثال كان بيقول لي ثم وكان منسوب النقطة الرابعة عشرة يبقى عند منسوب النقطة الين الرابعة خلي بالك ده الجديد عندنا بقى لانك انت تعودت في الامثلة اللي فاتت اننا كنت بجيبلك دايما منسوب النقطة نهين الاولى او الاخيرة في بعض التمارين لكن هنا المرة ده انا جبتها لك فين في النص خلي بالك عشان دي هتبقى نقطة محور عندنا وهنركز عليها جامد ازاي اقدر اتعامل مع ميزانية اللي موجود فيها منسوب النقطة الرابعة مثلا او الخمسة المهم ان هي فين في النص مهيش الاولانية ولا الاخيرة طب اتعامل معها ازاي عشان اجيب بقية المناسيب دي ده اللي هنشوفه مع بعض انا هنا رصيت او رتبت القراءات بتاعتي المؤخرات والمقدمات والمتوسطات في الجدول بنفس طريقة منسوب سطح الميزان اللي احنا شرحناها قبل كده عشان برضو اكون من الاول مرتب لازم انك انت تعمل عملية التحقق وتتأكد ادو 1-2-3-4-4 مؤخرات 1-2-3-4-4 مقدمات وانا شغال في الجدول لازم اتم عملية الجمع للمؤخرات والمقدمات عشان بعد كده هحتاجها في عملية التحقيق الحسابي فبضيف تحت خانة اسمها خانة المجموع بجمع المؤخرات اهو وحطها في خانة المجموع واجمع المقدمات وحطها في خانة المجموع عشان بعد كده المفروض ان انا هتراحهم من بعد وهعمل عملية التحقق الحساب يبقى ده شكل الجدول بتاعي لما رتبت الجدول واتأكدت من عدد المنخرات وعدد المقدمات وعملت عملية جمع ليه المنخرات وعملية جمع ليه المقدمات وحطيت منصوب النقطة بتاعي اللي هو مدوني فيه التمرين لما يقول لي منصوب النقطة الرابعة مثلا ما ادنيش النقطة الاولى زي ما اعتدت او تعودنا فيه التمرين السابقة وهو احنا لازم نتدرك فيه الصعوبة مش كل التمرين هتكون منصوب النقطة الاولى عشان اجمعها على المؤخرة كذا واشتع لا انا المرة دي جابها لك فيه نقطة فيه المنتصف منصوب النقطة كام رقم كام اربعة لو جيت تعد ادى واحد اتنين تلاتة اربعة لو انت غلطت في الترتيب كان هيبقى دي بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كان وبالتالي الجدول بتاعه كان هيبقى خطأ في الرص التاعه والترتيب بتاعه فلازم اكون متأكد في عملية ترتيب الجدول والقراءات داخل الجدول نشوف بعد كده هتعامل معاه ازاي ده الجدول بتاعنا لو بصيت انا المشكلة عندي فين المشكلة عندي هتكون ازاي اجيب الارتفاعات واجيب الانخفاضات يعني ده كان فاضي هناك ما كانش عندي غير المؤخرات والمقدمات والمتوسطات ومنسوب النقطة طب عشان اجيب دي اعملها ازاي اجيب الارتفاعات والانخفاضات خلي بالك لو نفتكر في المقدمة انا قلت في البداية خالص قلت اننا عشان الارتفاع والانخفاض عملية هي كلها عملية مقارنة بقارن مين بمين بقارن النقطة التانية بالنقطة الاولانية والنقطة التالتة بالنقطة التانية الرابعة بالنسبة للتالت يبقى أنا بقارن النقطة التالية بالنقطة السابقة عندي ميزان أو عندي أساس في الأول خالص اللي هو القراءة الأولى بقارن بها القراءة التانية بالأولانية والتالتة بالتانية والربعة بالتالتة والخمسة بالربعة وهكذا يبقى أنا بقارن النقطة باللي قدامها خلاص كده عشان أجيب ارتفاعات أو انخفاضات عايزين نتفق على نقطة يا شباب ايه هي؟ اننا سواء عند ارتفاع الناتج هيكون ارتفاع او انخفاض انا كده كده في كلتا الحالات هطرح يبقى انا كده عارف هو عشان ما جيش واحد يقول لي اننا في الارتفاع هجمع وفي الانخفاض هطرح اه ده هيحصل ولكن لما اجي احسب ايه؟ مناسيب النقط لكن انا لما اجي احسب بس او عشان ادون في الجدول مين في الارتفاع? مين في الانخفاض? كده كده في كل الحالات انا بعمل عملية ايه؟ طرح بطرح مين من مين بطرح النقطة التانية من النقطة الاولانية والنقطة التالتة من النقطة التانية الناتج اللي بيطلع بحطه فيه اما في الارتفاع او فيه الانخفاض على حصل طبيعة اللي ايه الارض من ناتج القراءة اللي انا هشوفها طيب يبقى كده في كلا الحالات ارتفاع انخفاض انا بعمل عملية ايه طرح طيب نشوف مع بعض كده هنا النقطة اللي اولانية كانت متر وكام وعشرة القراءة اللي بعدها على طول كام اتنين متر وعشرة بصوا لو لاحظت القراءة دي بالنسبة لدي زيادة ولا أقل زيادة طبعا هنا كانت متر وعشرة هنا بقت اتنين متر وعشرة إذن فيه هنا ايه فيه هنا متر زيادة المتر الزيادة ده يعني الأرض هنا القراءة زادت إذن الأرض ايه أيوة أنا سمعك انخفضت يبقى حصل عندي انخفاض في الأرض وبالتالي نتج عنه زيادة في الايه في القراءة طيب نشوف كده شوف بيقول ليه ده ايه بالنسبة لدي زيادة زيادة حصلت اهيه وبالتالي حصل عندي ايه انخفاض طيب نشوف كده اهو يبقى انا لما اطرح دي القراءة التانية من القراءة الأولانية اهو ده حصل زيادة فأنا هترحها كده كده احنا اتفقنا خلاص هترحها الناتج هيطلع عندي واحد طب الواحد ده احطه في خانة الارتفاع ولا في خانة الانخفاض احطه في خانة الانخفاض ليه القراءة عندي هتزيد تمام كده يوأ أنا طرحت دي القراءة التانية دي من القراءة الأولانية ادتني الناتج واحد طيب أحطه في خانة إيه في خانة الانخفاض ليه لأن القراءة زادت عن السابقة لها طيب بعد كده احنا اتفقنا إن الاتنين دول مع بعض أوعى تقولي إن أنا هاخد دي من دي ما تنساش أن أنا قلت لك إن القراءتين دول نقطة الضوران وهما الاتنين على نقطة واحدة يعني هما الاتنين نقطة واحدة اللي اختلف عندي هو الميزان يبقى هقارن من بمين هقارن النقطة التانية دي بالنقطة المؤخرة لان المؤخرة ده هي بداية وضع جديد هيحدث عندي يبقى المؤخرة هقارنها دي متر وسبعين جات وراء المتر وتسعين المتر وسبعين اقل من المتر وسبعين ولا ازود طبعا اقل طب بما انها اقل يبقى حصل عندي هنا ارتفاع في الارض يبقى انا هطرح متر وسبعين من متر وتسعين ونتجة حطه في خانة الارتفاع هو عشرين خلي بالك من الاسهم معي طيب بعد كده جتورة المتوسطة دي مقدمة قيمتها كام متر وخمسين المتر وخمسين دي زيادة ولا اقل من اللي قدامها اللي كانت سابقى ليها متر وسبعين اقل وبالتالي حصل عند ارتفاع في الارض الارتفاع ده قيمته كام برضو انا هطرح يبقى متر وخمسين من متر وسبعين حيساوي كام عشرين وحطه في خانة الارتفاع طيب اللي بعدها خلي بالك ده وضع جديد اهو زي اللي حصل معايا في المرة اللي فاتت اهو دي نقطة دوران يبقى هطرح المتوسطة دي من المؤخرة دي شوف كده مع بعض اهو يبقى اتنين متر وثلاثين من المتر وثمانين لو لاحظت كان هنا القرار كام متر وثمانين بقت كام اتنين متر وثلاثين الاراة دي فيها زيادة ولا فيها نقص لا فيها زيادة يبقى زادت يبقى الارض عند حصل فيها ايه ها حصل عندي انخفاض صح وبالتالي هترحهم من بعض والنتج هحطه في خانة الايه الانخفاض طيب اللي بعدها هترحهم من القرارة السابقة لها اللي هي المتوسطة اتنين متر وثلاثين القرارة تلاتة متر وثلاثين اعلى او ازود من القرارة اتنين متر وثلاثين بما انها زيادة عنها زادت القرارة زادت يبقى انا هحصل عندي انخفاض في الارض صح كده الارض انخفضت وبالتالي القرارة زادت زي ما قلنا في بداية الشغل بتاعنا طيب هطرح تلاتة متر وثلاثين من اتنين متر تلاتين والنتج احطه في خانة الانخفاض تسعين بعد كده ده وضع كمان جديد اهو نقطة دوران عندي لو تفتكر اهو يبقى انا المؤخرة دي هقارن اللي اتنين اللي هي القراءة المتوسطة بالتلاتة متر واربعين بص كده اتنين من تلاتة متر اربعين اهو القراءة دي كانت تلاتة متر واربعين قلت القراءة بقت كام القراءة اللي بعدها النقطة اللي بعدها بقت كام بقت اتنين يبقى حصل عندي هنا ايه حصل عندي انخفاض والارتفاع حصل عندي ارتفاع صحي ارتفاع كنته كام متر واربعين يبقى اطرحت الاتنين من تلاتة متر اربعين الداني متر واربعين وحطته في خانة الايه? الارتفاع القراءة اللي بعدها متر تلاتين اطرحها من اللي قدامها اللي هي الاتنين الناتج هيبقى متر وكام متر وتلاتين بص القراءة هنا قلت قلت يبقى في ارتفاع برضو بحطه في خانة الايه? الارتفاع الفرق ما بينهم اللي هو كام سبعين القراءة اللي بعدها 2.40 دول 3 متوسطات جايين وربع 2.40 هترحى من 쟁 المتر 30 القراءة هنا زالت عن القراءة السابقة لها زالت يبقى حصل عند انخفاض كده كده أنا بترحون من بعد والنتج أحطه في الانخفاض يطلع النتج عندي كانت متر وعام النقطة اللي بعدها اللي هي المقدمة 2.70 هترحى من النقطة السابقة لها 2.40 لو بصيت كانت 2.40 القراءة اللي بعدها على طول أو النقطة لما جاء المساعد المساح نقل القامة والمساح أرى إراية مختلفة عن السابقة كانت النات أو كان الناتج 2 متر 70 يعني أكبر من الناتج السابق أكبر الإراية زادت يبقى عندي انخفاض خلي بالك عشان نركز عشان ما انتهش وأنا بدون في الجدول بتاعي مين في الانخفاض ومين في الارتفاع حصل عندي إيه زيادة يبقى حصل عندي انخفاض الناتج بتاعي أو الزيادة دي حدثت نتيجة انخفاض في الأرض قمت كام هطرح دي من القراءة السابقة لها يطلع الناتج 30 طيب هنا عملته شوف لو لاحظت هنا حاجة أنا هو جمعتهم على بعض لو بصت تاني لو رجعت كده للشراحة الاخيرة اهي ده مجموع المؤخرات هنا مجموع المقدمات هنا مجموع الارتفاعات هنا مجموع الانخفاضات ليه ايه لا يحصل انا محتاج دفء ايه لو نفتكر تاني لان انا في التحقيق الحسابي بتاعي هنقف عندها نقطة دي عند النقطة دي شوية ليه في التحقيق الحسابي بتاعي انا قلت لك انك انت عشان تتم عملية التحقيق الحساب وتترأك من ان الجدول بتاعك ماشي بطريقة سليم وعملية الجمع والطرح سواء في الانخفاض او في الارتفاع سليمة لازم في اخر المثال هعمل جمع ليه المؤخرات وجمع ليه المقدمات وهترحهم من بعض الناتج اللي هيبقى عندي من حصل طرح مجموع المقدمات والمؤخرات لابد ان يساوي حاصل جمع لمجمع الانخفاضات وجمع الارتفاعات واترحهم من بعض لازم يساوي بعض ولسه هيبقى عندي حاجة تالتة اللي هي هتيجي كمان شوية لما اطرح منصوب النقطة الاولى من منصوب النقطة الاخيرة لازم التلات مواتج عندي يكونوا زي بعض طيب هم يا مستر فيه ناتج منهم مش متساوي او مهوز زيهم يبقى ازا عندي خطأ في الجدول اما هراجع عملية الجمع وعملية الطرح او عملية ترتيب الجدول اصلا القراءات في الجدول اكيد هيكون عندي الخطأ موجود في نقطة من النقاط اللي موجودة عندي في الجدول نشوف مع بعض كده هنعمل ايه بعد كده هنا في الشريحة دي انا كل اللي عملته اللي انا جبت الارتفاعات وجبت الانخفاضات وعرفت احط الرقم ده فين في الارتفاع والانخفاض وتأكدنا مع بعض وعرفنا اننا سواء انخفاض او ارتفاع انا بطرح بطرح مين من مين بطرح منسوب النقطة التانية من الاولى قراءة الاسف التانية من الاولى التالتة من التانية الرابعة من التالتة وهكذا ويدونت الجدول بتاع الارتفاعات والانخفاضات ولكن لسه محققتش المطلوب مني اللي هو لازم اجيب مناسب اللي ايه النقط ما هو لازم الخانة دي تتملق اهو اللي هو منسوب النقط ده لازم يكمل عندي طب هيكمل ازاي مع بعض الشريحة الجاية انا عندي لو تفتكر ان انا منسوب النقطة الرابعة دي اللي كان مدهني بس وكل ده كان فاضي. كان الجدوى الفاضي عندي. طب اعمل ايه? انا هاجي هنا هو. ده نقطة دوران. وكان منسوبها كان عشرة. دي اللي كان من الديهاني. الانخفاض هطرحه. من مين? من منسوب النقطة. يديني منسوب النقطة اللي بعدها. والارتفاع هجمعه. يديني منسوب النقطة اللي بعدها. يبقى هنا بقى لازم بقى نقف واقفة. ايه هي? اننا عند لما باجي احسب مناسيب النقط. خلي بالك بقى مناسيب النقطة? الانخفاض بطرحه من منسوب النقطة اللي هو مدهوني. تمام كده? طب والارتفاع بجمعه على منسوب النقطة. يبقى بطرح منسوب في الانخفاض بطرحه من منسوب النقطة يديني منسوب النقطة اللي بعدها. طب وفي الارتفاع لو النقطة اللي بعدها ارتفاع بجمعه على منسوب النقطة الاخيرة اللي انا جبتها يديني منسوب النقطة اللي بعدها. ازا الانخفاض بطرح ارتفاع بجمع. ولكن فين وامتى? لما هكون بحس بمناسيب النوع. نشوف مع بعض كده. اهو. كان هنا عشرة. منسوب النقطة عشرة. اول حاجة هترحى الخمسين. هترحى الخمسين. بص بقول لي خمسين. ناقص العشرة. الناتج عندي تسعة متر وكام وخمسين. يبقى انا طرحت دي اهو انخفاض طرحتها ليه عشان هي كتانخفاض. طرحتها من منسوب النقطة اللي هو من الدهاني. هيديني هنا. خلي بالك ان انا هشتغل نص الجدول ده من تحت الاول بطريقة. بعد كده ارجع هكمل النقطة اللي فوق. وفي طريقة تانية هقول لك عليها بس بعد ما نخلص الطريقة دي. يبقى نرجع تاني. انخفاض طرحته اهو من منسوب النقطة اللي كان من الدهاني. اداني منسوب النقطة اللي بعدها. خمسين ناقص عشرة متر اداني تسعة متر وكام وخمسين. طب اللي بعدها على طول اللي بعد الخمسين كانت ارتفاعها الخفاض لو بصيتها لقى اهيه انخفاض برضو. هترحى من مين? تسعين ناقص النقطة اللي على طول تسعة متر خمسة تسعة متر وكم يا تمانية متر وكم وستين طيب شوف خلي بالك هنختلف هنا بقى دي اخر نقطة انا جيت ما فيش انخفاض بس في عندي ايه ارتفاع اه يبقى الارتفاع ده اهو هجمعه على منسوب النقطة دي عشان يديني منسوب النقطة الجديدة نشوف كده مع بعض المتر اربعين اهو هجمعه على منسوب النقطة اخر حاجة وصلت لها لها تمانية متر ستين هيساوي عندي كام عشرة صحي كده يبقى ارتفاع بجمع انخفاض بطرح طيب اللي بعدها ارتفاع برضو سبعين هجمعه على عشرة متر يساوي عشرة متر وكم عشرة متر وسبعين هنا يو جاني ايه بقى انخفاض انخفاض قمته كام واحد متر وعشرة يبقى انخفاض هطرح اطرح المتر وعشرة من عشرة متر سبعين هيديني تسعة متر وكم وستين طيب اللي بعدها انخفاض برضو تلاتين اهو هطرحه اطرح التلاتين تلاتين من مية من تسعة متر السيين. حايديني تسعة متر وكام وتلاتين. يبقى انا تاني تاني. لو بصيت كده. اي انخفاض. باطرحه من منسوب النقطة يديني منسوب النقطة اللي بعدها. اي ارتفاع هيجي لي زي كده? اهو. بجمعه. يبقى الارتفاع بجمع والانخفاض بطرح. اجمع الارتفاع. على مصوب النقطة الاخيرة يديني من منسوب النقطة icans. اللي بعدها. وهكذا ارتفاع. هاجمع. انخفاض. هاطرح. وهكذا لحد ما اوصل لاخر الجدول من تحت. هنا بقى هنقف دقيقة واحد. ايه هي بقى? ان انا عندي بقية الجدول انا اشتغلته من نصه. من عندي منصوب النقطة اللي في النصه زي ما هو كان مديني في المثال. وكملت الحد تحت. الانخفاض بطرحه والارتفاع بجمعه. وكملت الجدول من تحت. هنا في طريقتين لحل المسألة واستكمال بقية مواط. يا اما بعد كده حمشي بالعكس من اول منصوب النقطة اللي كان من الدهاني. هعكس بقى. الانخفاض اجمعه والايه والارتفاع اطرحه وكمل الاربع نقط او باقي الجدول لحد فوق. دي طريقة. او الطريقة التانية. لو تفتكر في التحقيق الحسابي انا اقولت لك عشان الجدول عندي او الشغل بتاعك يكون سليم. لازم اجمع المؤخرات. واجمع المؤخرات. واطرحهم من بعض. هيطلع ناتي. الناتج دهو لابد عشان يبقى المزانية بتاعتي او المسال بتاعي سليم وصحيح. لازم الناتج دهو يكون متساوي معه لما اجمع الانخفاضات. واجمع الارتفاعات واترحهم من بعض. وكده تمام? ولسه عندي حاجة تانية واخيرة اللي هي لما اطرح منسوب النقطة الاخيرة من منسوب النقطة الاولى لازم يطلع نفس الناتج. طب انت عايز توصلنا لايه يا مستر? انا اقول لك بقى طريقة سهلة وبسيطة جدا. انا جمعت المؤخرات وجمعت المقدمات وطرحتهم من بعض طلع الناتج واحد. بعد كده جمعت الانخفاضات جمعت الارتفاعات طرحتهم من بعض طلع الناتج واحد. عشان تبقى المزانية سليمة. لازم عندي لازم منسوب النقطة الاخيرة لما اطرحوا من منسوب النقطة الاولى اللي انا ما اعرفوش اللي هو لسه مجيش. انا عندي منسوب النقطة الاخيرة فيه اخر شريحة زي ما شفنا. لكن ما عنديش لو لاحظت كده بص يديني منسوب النقطة الاخيرة اهي. اهي. لكن دي مش موجود. عشان الناتج ده يبقى موجود لازم لما اطرح دهو. تسعة تلاتين. من حاجة هنا انا ما اعرفهاش لازم الناتج يطلع كام? متر تلاتين. بص كده لما ادى المؤخرات وادى المقدمات طرحتهم من بعد هيطلع الناتج متر تلاتين. لما اجي هنا اطرح ده مجموعة الانخفاضات من مجموعة الايه? الارتفاعات هيطلع الناتج متر كام تلاتين. لازم 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 لما اطرح تسعة تلاتين من منسوب هنا انا ما اعرفوش يطلع متر كام? تلاتين. طب ما انا بدل ما اعمل اعمل ايه عكسية اثناء الشغل? طب مجمع المتر تلاتين على تسعة تلاتين حيديني منسوب النقطة هنا الاولانية. وكمل الميزانية بتاعت الانخفاضة اطراحه والارتفاع اجمعه. وكمل دي بكل سهولة بدل ما اعمل عملية عكسية. تاني. انا جماعة المؤخرات. جماعة المقدمات. طرحتهم من بعد طلع الناتج متر تلاتين. جماعة الارتفاعات وجماعة الانخفاض طلع الناتج كام متر تلاتين. لازم عندي عشان الميزانية تكون سليمة ان منسوب النقطة الاخيرة لما اطرحه من حاجة هنا انا ما عرفهاش. لازم يطلع الناتج كام? متر تلاتين. طب مجمع المتر تلاتين على تسعة تلاتين هيديني هنا الناتج بتاعي يبقى عشرة ستين. وبعد كده امشي عادي للخفاض اطرحه والارتفاع اجمعه وكمل الاربع نقط اللي بقيين. دي طريقة للحل. طيب الطريقة التانية اللي هي جاي معنا بقى ان انا حمش بطريقة عكسي. ازاي? دي كانت النقط. وانا كنت بدأت من هنا ل هنا. وكملت الجدول بتاع التحت. انضغط اللي فوق دول التلات نقط اللي فوق دول ما كانوش جم. صح كده? طب عشان اجيبهم هعمل ايه? بطريقة تانية اللي هو عندي بص كده. الارتفاع انا هعكس بقى اجمعه. والانخفاض يعني بص كده الارتفاع اطرحه والانخفاض اجمعه. هعكس العمل ايه? بص عشرين من مية. هي ارتفاع. المفروض كنت باجمعها على دي. لكن انا هنا هعمل ايه? هطرح. اطرح العشرين من العشرة اهو يساوي تسعة متر وكم وتمانين. يبقى الارتفاع عشان اجيب النقط اللي فوق بمشي عملية عكسية. الارتفاع اطرح الانخفاض اجمع. طيب نشوف اللي بعدها. عشرين هطرحها من دي. رغم انها ارتفاع اهو. لكن هعمل عملية عكسية عشان اجيب التلات نقط اللي فوق. يبقى عشرين ناقص تسعة متر تمانين يساوي تسعة متر وكام وستين. طيب النقطة دي انخفاض هترحى? لا هجمعها. يبقى المتر اهو. متر هجمعه على التسعة متر وستين يدينا عشرة متر وكام وستين. طيب دي الطريقة اللي هي التانية. الطريقة اللي اولا انا كنت بقول فيها ان انا باجمع المؤخرات نشوفها كده مع بعض كانت كلامنا صح ولا غلط? واجمع المقدمة وتطرحهم من بعض اطلع النتج متر تلاتين. اجمع الارتفاعات واجمع الانخفاضات وتطرحهم من بعض اطلع النتج متر تلاتين كان المفروض ان انا لما هطرح تسعة تلاتين من رقم هنا انا ما عرفوش يديني برضو متر تلاتين طيب لو جمعت المتر تلاتين على تسعة تلاتين كان هيبقى الناتج برضو كام عشرة تسعين. طيب بعد كده الانخفاض اطرح لو طرحت كده بص واحد من عشرة ستين الدين التسعة كام ستين والارتفاع اجمعه لما اجمع العشرين على تسعة ستين يديني تسعة تمانين ارتفاع اللي بعده لما اجمع العشرين على تسعة تمانين هيساوي عندي كم عشر متر يبقى ازا كلا الطريقتين صحيحتين اما اجمع المقدمات واجمع المؤخرات اطرحهم من بعض النتج اللي يطلع احطه على منسوب النقطة الاخيرة هيديني منسوب النقطة الاولى وابدأ عندي عملية الميزانية بتاعتي بالطريقة اللي انا اعرفها وسهلة ليه طيب بعد كده انا خلاص جبت كده منسيب النقط وحطت الارتفاعات وحطت الانخفاضات الجدور عندي سليم ولكن ينقصوا عملية الايه التحقيق الحسابي ما تنساش لانها موجودة عندي في الجدور فانا صغرتها لك وجبت لك في جدور اهو بيقول ليايه مجموعة المؤخرات اتنين متر تمانين بفكرك مجموعة المقدمات تسعة متر خمسين مجموعة الارتفاعات اتنين خمسين الانخفاض تلاتة متر وتمانين ومنسوب النقطة الاولى تسعة متر كام تلاتين ومنسوب النقطة الأولى 10 متر 60 وأعمل لك دايرة هنا بفكرك أن دي كان منسوب النقطة اللي هو كان مدهاني طرحت هنا وجامعت لحد ما جبت النقطة بتاعة الحد تحت وعشان أجيب النقطة اللي فوق دول التلاتة دول عملت عملية عكسية الجمع الارتفاع بطرحه والانخفاض بجمعه لحد ما جبت التلاتة نقطة اللي فوق ده الجدول بتاعي طب عملية التحقيق بتقول لي مجموعة المنخرات مجموعة المقدمات جاب لمجموعة المؤخرات وده مجموعة المقدمات ترحهم من بعد طلع النتج متر وكام وثلاثين مجموعة الارتفاعات نقص مجموعة الانخفاضات اهو اتنين خمسين نقص ثلاثة متر تمانين طلع النتج عندي متر وكام وثلاثين طيب منسوب النقطة الاولى نقص منسوب النقطة الاولى اهو الاولى نقص الاخيرة طلع عشر ستين نقص تسعة تلاثين طلع النتج بمتر تلاثين يبقى بص لو لاحظت ان التلات نواتج عندي ضي بعض لو انا عندي نتج من دول ما هو زي اللي قابله او زي التاني يعني التلاتة دول ما هم ما الشبه بعض يبقى انا الميزانية عندي فيها خطأ الخطأ ياما في الجامعة او الطرح او في عملية ترتيب اعيض عملية ترتيب الارتفاع والانخفاض او لو اتأكدت من دول يجب عندي مشكلة في ترتيب المؤخرات والمتوسطات والمقدمات اللي موجودة عندي في الجدول يبقى في الحالة بتاعتنا او في المثال ده جبت لك منسوب نقطة كانت متوسطة يعني جبت لك منسوب النقطة اللي في النص انت تعودت في الامثال اللي فاتت في منسوب سطح المزان بطريقة سطح المزان كان بيجيب لي دايما او بيجيب لك منسوب النقطة نهين الاول فكنت بشتغل على على طول هنا جاب لي منسوب النقطة اللي في النص فاضطررت ان انا اكمل الجدول بتاعي من المنتصف لحد الاخر بعد كده عملت عملية عكسية عشان اكمل الجدول بتاعي من فوق احنا اتعودنا في المزانيات او في منسوب سطح الميزان خلي بالك عشان انا في اغلب التمرين او اغلب اللي ممكن يجيلي في الامتحان يجيب لي اخزة القراءات التالية عند اجراء ميزانية ويجيب لي القراءات وكزا ولكن يقول لي هنا المطلوب ايجاد مناسيب النقط ولكن هنا بقى يخلي بالك بقى بطريقتين يبقى هنا هيطلب مني الطريقتين الا لو حدد لي وقال لي منسوب سطح الميزان يبقى ما فيش داعي ان انا اشتغل بطريقة الارتفاع والانخفاض او لو قال لي بطريقة الارتفاع وانخفاض يبقى انا ما اشتغلش بطريقة طبعا لان عشان ما هدرش وقت والوقت بتاع هيكون محدود في الامتحان اكون محدد وعارف ان انا هشتغل بانه طريقة لذلك لازم اقرأ التمرين كويس وكون مركز وعارف المثال بتاعي عاوز ايه خلاص كده يبقى انا معرض ان انت يجي لك في الامتحان في التمرين وحتى بعد ما تتخرج لو انت في المجال العملي وتطالب او تفاجأ انك انت عندك الميزانية بتاعتك فيها ارتفاع وانخفاض او مطلوبة بطريقة الارتفاع وانخفاض وكذلك نفس التمرين او نفس الميزانية بطريقة منسوب سطح الايه الميزان يعني نفس التمرين ده انا اقدر احله اما بطريقة منسوب سطح الميزان او بطريقة الارتفاع والايه والانخفاض ويكون جاهز ومستعد ان انا ما كونش دايما عندي منسوب النقطة الاولى لازم يكون عندي حلول بديلة ايه اللي عندي لو هو فجيئت ان هو جايب لي منصوب نقطة في النص مثلا نقطة الدوران الاولى النقطة الرابعة او النقطة اللي في المنتصف المهم ان هي مهيش في الاول طيب لازم يكون عندي حلول بديلة ويكون عندي سرعة بديها وما فيش مشكلة عندي مش هقف لأ عندي الحلول الحلول ده هتجيبها منين من الدروس بتاعتنا ومتابعتك للقناة واتتابع معنا وتشوف احنا بنقدم حلول ازاي لما يكون عندي مشكلة زي دي جاب لك وانت تعودت في كل شغلك ان هو منصوب النقطة الاولى لا انا المرة تجبت لك في المنتصف يبقى انا ساعتها اما هحل بطريقتين طريقة الاولى ان انا اجمع المقدمات طريقة التحقيق الحسابي اجمع المقدمات واجمع المؤخرات والنتج اللي يطلع احطه على منصوب النقطة الاخيرة هيديني منصوب النقطة الاولى زي ما هنشوف كمان شوية وحل الميزانية بتاعتي عادي خالص تاني زي ما كانت زي ما انا تعودت او اني لو هي في المنتصف هجمها على النقطة اللي اصادها بعد كده اكمل الجدول بالتالي هيفضل عندي مجموعة النقاط اللي موجودة في الاعلى هجيبها بطريقة عكسية لو انا في ارتفاع وانخفاض لو انا في منسوب سطح الميزان برضو نفس القصة اللي جماعته هتراحه واللي طرحته هجمعه عشان اقدر اوصل للايه لمنسوب الموضوع الاولاني تمام كده طيب نشوف بعد كده التاني في اللي سلايد بتاعنا بشكل تاني وهيكون مختلف بيقول لي ايه هنا اخصة القراءات التالية على محور مشروع هو بيعمل مشروع مشروع بقى الطريق او مشابه فاخد مجموعة من القراءات هنا اتنين متر اربعين متر تسعين اتنين متر تلاتين اتنين متر سبعين متر اربعين اتنين متر اتنين متر عشرين اتنين متر خمسين متر وسبعين طيب اتنين متر تلاتين تلاتة متر وعشرة اتنين متر تسعين تلاتة متر وعشين دي مجموعة قراءات الرجل وهو بيرصد المساح هو بيرصد اخذ القرار دي فاذا كان الميزان قد نقل بعد النقطة نهين التالتة والستة والسبعة اذا فكان منسوب النقطة الاخيرة خلي بالها 15 متر احسب مناصيب النقطة بطريقة الارتفاع والانخفاض خلي بالك هنا عشان انا هساعدك في طريقة الحل وانت لاتحل وهتبعنا وانت بعت لنا الحل على رابط القناة انا هساعدك وقولك ان اهو عندي ديان نوع تم نقل الميزان بعد النقطة التالتة شوف كده خلي بالك واحد اتنين تلاتة تلاتة شرطة اربعة خمسة ستة ستة شرطة بعد كده هنا عندي اهو سبعة سبعة شرطة ده ترتيب النقاط عندي جدول بتاعي انا ساعدتك فيه وعرضتلك الترتيب بتاعه اهو وخلي بالك ان هنا قال لي منسوب النقطة نهين الاخيرة انا مش هحيل لانك انت اللي هتحيل وانتبعت لنا الحل ده ولكن انا هساعدك بشكل نظري دلوقت عشان احنا خلاص قردنا نوصل لنهاية الحلقة فانا هقولك اساعدك واقولك انك انت هتجمع المؤخرات والمقدمات فرحهم من بعض والنتج اللي يطلع عندك تحطه على منسوب النقطة منسوب النقطة الاولى وتبدأ تشتغل وتأفل الجدول بتاعك وهنا اعزائي واحبائي طلاب التعليم الفن التخصص المعمرية للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا لكم مع دمون التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته